عرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وبورندي وخلال استقباله نظيره البورندية إيفرستند أشريمي بقصر الاتحادية أكد الرئيس السيسي الحرصة المصرية على دعم الاحتياجات التنموية لبورندي لسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعديين والزراعة وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة ما يتعلق بقضية سد النهضة وقد أكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي ومن ثم فإن مصر تتمسك بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد من جانبه أشاد الرئيس إيفارستن داشيمي بالدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن أضاف متحدث الرئاسة أنه في ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين شهد الرئيسان